خلينا نقول إن الزمالك على قد الفوز لكن الزمالك حنتكلم على الحاجات الكويسة اللي الزمالك عملها النهاردة لكن لازم نبدأ بمشاكل خط ادفاع الزمالك النهاردة سيراميكا كان عامل رزق بالضغط على ادفاع الزمالك ومعل خط الضغط وبيلعب على جنق بوكا في مساحات هل الزمالك نجح في التعامل مع ده؟ لا الزمالك لما نجح في التعامل مع ده تعال نشوف ده ظهر إزاي في الزمالك علشان خطر جزوجو ميز محتاجه هو بفكر في الموسم الجديد يفكر دايما في مشاكله اللي موجودة هنا قبل حتى ما الزمالك يسجل السيراميكا كان عنده فرصة مرة واثنين وثلاثة إن يلعب على خط ادفاع الزمالك ويخترقه بسهولة جدا اعتمادا على سرعة اتنين اللعبة صديقه جولة وابوكا اللي اتنين وصلوا وهددوا مرمى الزمالك بشكل كبير جدا دايما صور هجمات السيراميكا هتلاقيها ضغط تحولات سريعة جدا هنا طبعا الهدف خطأ من دونجا لكن الزمالك فشل في التعامل مع أي تحول طول اللقاء سيراميكا لوباترة كان بتلعبه بسرعة فده حيبقى مشكلة في الزمالك وهو بيلاعب أي فريق عنده قدرة على أن يتحول عليه بسرعة وانسي إن الزمالك بيفقده الكورة بيسمح جدا لأي فريق إن هو يعمل عليه الهجمة السريعة فريق سيراميكا متميز آه لكن الزمالك ما فشلش مرة احنا هنا بنتكلم مثلا في حوالي أربع فرص في الشوت واحد اللي هو الشوت الأول كانوا قاربين جدا من مرمى الزمالك ودي مشكلة كبيرة لأن الدورة المصري علمنا إن الفريق المتمسك دفاعيا هو الفريق اللي بينانه البطولة في أغلب السنين فالزمالك لو بيعد نفسه عشان يلعب في موسم جديد يصلح فيه أخطاء الموسم ده وينفس بفعليا لازم يشوف خط ادفاعه النهاردة في مواجهة فريق متوسط مميز آه لكن في النهاية وفريق متوسط كان عامل إزاي في كل اللحظات اللي الزمالك كان بيفقد فيها الكورة وبيتم عليه التحول سريعا كان خط وزطه مكشوف وخط ادفاعه ما قادرش يتعامل على فكرة الكورة دي كانت قابلة هدف الزمالك التاني بحسب التسلل كورة دي كانت سليمة 100% طيب دايما نتعودنا على الحاجة الكريمة ترجمة نانسي قنقر